تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من توب فايف اللي بتجيكم مني أنا محمد عوال عبر قناة سلبي سبورت الأكثر تنوعا من حيث أشكال وأفكار المحتوى السير أليكس فيريكسون غادر قبل سنوات عديدة لكنه لم يغادر وجدانه ذاكرة أي مشجع لكرت القدم بشكل عام ومشجع مال يونايتد بشكل خاص ما زال الحنين لفترته لأمجاده للحظات حسمه موجودة لليوم لكن عدم خروج فيريكسون من مال يونايتد لا يتعلق الموضوع بس بالعواطف والمشاعر والذاكرة بل هناك بقاء واستمرار لتدخلات فيريكسون بقرارات مال يونايتد وهي تدخلات يبررها المجد الكبير اللي صنعه فيريكسون وأيضا الظاهرة اللي تسمى الفريكسونية واللي أول من وصفها ربما تكون صحيفة غارديان وهي أنه فيه فئة كبيرة من جماهير مال يونايتد من إدارة مال يونايتد تعتقد أنه الطريق الوحيد للنجاح هو المضيع على ما وضع السير أليكس فيريكسون من أفكار وفلسفة والمحاولة العمل بطريقته لكن منذ رحيل فيريكسون عن التدريب كان دائما فيه أخبار صحفية عن تدخلات إلو في مواقف معينة وبتوب فايف حنتكلم عن أهم هذه التدخلات أول تدخل لفريكسون معروف جدا للجميع وهو اختيار بديله ديبيد مويس إدارة يونايتد قالت حنخلي فيريكسون يختار البديل السير أليكس اعتبر هذي مهمة شخصية له والجواب كان مدرب اسكتلندي مثله ديبيد مويس اللي كان عنده خبرة كبيرة بالدورة الإنجليزية 11 سنة مع أيفيرتون لكن مويس صمد مع مال يونايتد 10 شهور بس وتمت إيقالته وهون بدأت الانتقادات تظهر وتصعد اتجاه فيريكسون شو اللي اخترت الناياه هذا بعد سنتين تقريبا فيريكسون خرج وقال ما كان مويس فعلا هو المختار هو ما كان لتشوزن وان زي ما الناس بتحب تسميه أنا صراحة تواصلت مع غوارديولا وقلت له لما تكون عارف بدك تدرب فريق اتصل لي تليفون خلينا نتفاهم لكن غوارديولا ما تتصل لي لكن يبقى هذا القرار قرار فيريكسون وهو اختيار ديبيد مويس أول تدخلاته في يونايتد بعد رحيله لكن عند إيقالة ديبيد مويس جاء التدخل رقم اثنين معنا بتوب فايف فهو تعيين رايان جيكز كمدرب مؤقت في تسريباته في تصريحاته في وثائقياته بيظهر فيها اعجاب فريكسون برايان جيكز ورغبته بانه يحوله لمدرب وتكلم اكثر من مرة انه كان نفسه يصير معاه مساعد مدرب تقارير صحفية بتأكد انه فريكسون ضغط كثير عشان يخلي رايان جيكز هو المدرب المؤقت املا وطبعا بانه يصير المدرب الاول لكن بنعرف انه ادارة مان يونايتد كانت حابة جيب مدرب اسم كبير بخبرة كبيرة فراح قيارها على الويس فانجال اللي كان عنده خبرة ببناء الفرق في الماضي ايضا السمع الاخلاقي السيئة والفضائح اللي اتداولت عن رايان جيكز خلت ادارة يونايتد تقول لفريكسون شكرا بكفي حطينا مدرب مؤقت اما مدرب عم جد فاسفين والروح لرقم ثلاثة واللي هي شوي خلقت ظاهرة سلبية ربما مع بعض مشجعي يونايتد اللي تعاطفوا مع جزيه مورينيو جميعنا بنعرف اقالة جزيه مورينيو الشهيرة بعد خسارته واحد ثلاثة مع ليفربون والعجز الواضح على يونايتد في الموسم الاخير لجزيه مورينيو لكن هناك تقارير وتصريحات بتأكد دوما انه العلاقة بين مورينيو وفريكسون انهارت تماما تقريبا بعد تصريح مورينيو الشهير عن الارث الاوروبي وانه يونايتد ما عنده ارث اوروبي وانه يشبيليا تاريخه الاوروبي افضل ادارة يونايتد اعتبرت هذا التصريح تقزيم لنادي من يونايتد لكن هناك شخص اعتبر هذا الموضوع اساءة شخصية لمسيرته فريكسون اللي هو انت لما تنتقد تاريخ يونايتد الحديث باوروبا انت تنتقدني انا تاريخ يونايتد الحديث فهون خلق نوع من التوتر خلى فريكسون دائما ربما ينتظر انه يشوف مورينيو عم بيتساقط عشان ما يدافع عنه ومصادروا بعض الاشخاص ادعوا انه فريكسون كان من قبل بداية موسم اقالة مورينيو هو بحاول دائما يلمح انه بوكتينو افضل مدرب بالعالم لازم نجيب بوكتينو وكأنه بيقلل من اضافته تأثير مورينيو على التدريب ومنعرف طبعا انه خيار سولشاير كمدرب مؤقت بدل مورينيو برعاية ودعم واطلق من السير اليكس فريكسون وهذا بيخلي دائما الناس تعتقد انه عدم منح مورينيو فرصة لنهاية الموسم كما اعتادت ادارة يونيتد كان برعاية السير اليكس فريكسون والروعة رقم اربعة ربما الحل الوحيد اللي خلت حتى اللي بحبوا السير يقولونه لا 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 بكفي لو تطلع شوي وما تدخل هالاسبوعين بس سقط يونيتد مع ليفربول بخماسية الجميع اعتقد خلاص روح انتهى ما ضل سولشاير لكن فجأة بتطلع اخبار فريكسون بيدخل بيحمي سولشاير وبيطلب له مهلة اضافية وفعلا هذي المهلة الاضافية ابقت سولشاير مدرب في اليونيتد الجميع هون توقفوا البعض بيقول طب ما هو بحقله يدخل له هالدرجة البعض بيقول بحقله وش يدخل له هالدرجة لكن ايضا بعض جمهين يونيتد بحبوا السير اعتبروا هذا التدخل ربما اضاع فرصة التعاقل مع انطونيو كونتي اللي راح على توتنهام وقد يكون هذا التدخل الوحيد اللي خلق حالة من الارتباك عند معشاق السير او حالة من رغبة لو ما كانش السير قادر يدخل في ذلك اليوم والرؤى رقم واحد الحالة اللي الجميع بيجمع انها من اجمل تدخلات السير الالكس بريكسون السير الالكس كان مدرب زمان كان متخصص سرقة صفقات واشهر صفقة خطفها طبعا كانت رويكين لما خطفوا بعد ما وقع تقريبا مع اليفربول بس السير الالكس واصل عادة الخطف بعد ما اعتزل التدريب واشهرها واحدثها واهمها الكريستيان رونالدو اللي حصلت في صيف 21 اللاعب كان اقرب واقرب لما سيتي زي ما بنعرف ولكن كان مان سيتي عم بفاوض يونايتد على قيمة بدل الصفقة وهناك وصل الخبر ليونايتد ريو فيردينان سير الالكس فيريكسون عم برفعوا التليفون والسير الالكس بيقول كلمات واضحة لرونالدو انت لن تذهب الى اي مكان الا مان يونايتد مش حنخليك تلعب مع سيتي ثم ضغط على الادارة فالادارة اضطرت تتعامل مع الموقف وتجيب رونالدو وتخطف كريستيانو اللي بلا نقاش في مطلع موسم مان يونايتد لو ما كان موجود كان شكل الموسم كارثي للغاية فرونالدو كان اللاعب اللي بيسجل تقريبا في كل مباراة وعن بيقول للسير الالكس فيريكسون شكرا بكل لحظة دائما رح يظل في نقاش انه لما تحطي 27 سنة لنادي يتحولوا من فريق كبير لفريق اسطوري لما تعمل كل هذا هل هذا بحق لك ان يكون عندك تدخلات كبرى حتى اليوم الاخير في حياتك هذا الشيء دائما الناس هتناقش فيه فيه ناس هتكون معه فيه ناس هتكون ضد لكن السير الالكس بالنسبة لي مان يونايتد مش حالة طبيعية ولا حالة بيحكمها منطق بل حالة بيحكمها اندماج ما بين الاثنين كثير الناس مننا ما بقدروا يتخيلوا شكل يونايتد بدون السير الالكس فيريكسون ما بقدروا يتخيلوا شو كان حيكون مان يونايتد شو تعريفه شو مبادئه لو ما مر عليه السير الالكس فيريكسون فهذه حالة خاصة بتسمح له بلا نقاش بأنه يكون فريكسون المدرب الوحيد اللي بعد ما طلع عادي يكون عنده قرار حتى لو كان عنده منصب إداري أو ما عنده منصب إداري من حقه يدخل لأنه كل شيء مبنى كان في عهده وكان بتوجيهاته نوصل هون لنهاية حلقة توب 5 كنت أنا معكم محمد عواد موجود فيسبوك توتر انستغرام والسلام عليكم ورحمة الله شكرا